رعا سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الثقافية والدينية رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس إطلاق مسار دربي يحن المعمدان في موقع المغطس وقدم سمو الأمير شكره إلى ممثلي مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ودعاهم إلى تضمين صلاتهم ودعواتهم بدليل مسار دربي يحن المعمدان بلغتهم الخاصة يشار أن المسار يبدأ من تل ماريلياس مرورا بوادي الخرار باتجاه محطة الحجاج وبركة التعميد ونبع يحن المعمدان ثم باتجاه الكنائس الأثرية التي بنيت بذكرى عماد السيد المسيح منتهيا في المطل الجنوب القريب من كنيسة اللاتين حيث يقف الحجاج عند كل محطة للصلاة والتأمل حضراء إطلاق المسار عدد من الأميرات والسفراء المعتمدين لدى البلاط الهاشمي وكبار المسؤولين في الوزارات والدوائر والمؤسسات وبعض ممثلي مجلس رؤساء الكنائس في الأردن